موسيقى من فريق العمل من المخرج فرنسوات زيديو مني مساء الخير إلى كل مشاهدي MTV باللبنان وبالعالم وحل أجديد بموضوعيه سبعة أشهر بلا حكومة فهل صار تشكيل الحكومة عملية انتحارية بدل أن يكون عملية انقاذية من يتحمل مسؤولية التأخير الرئيس ميشيل سليمان والرئيس المكلف تمام سلام أم قوى الرابع عشر من أذار التي سمت الرئيس سلام من بيت الوسط أم قوى الثامن من أذار التي لا تريد حكومة لا تصنعها هي أم النائب وليد جنبلاط الذي يقف عند خطي تماس الأكثرية عندما سميت تمام سلام كان المفروض أن تكون الحكومة للإشراف على الانتخابات النيابية اليوم صار دور الحكومة للإشراف على الانتخابات الرئاسية فهل باتت المهمة أصعب؟ لكن قبل ذلك هل سيكون للبنان رئيس جديد للجمهورية؟ وهل الدكتور سمير جعجع مرشح؟ وإذا لم تحصل الانتخابات هل يتم التمديد أو التجديد للرئيس ليمان؟ وإذا حصل الفراغ الرئيسي فمن سيحكم لبنان في ظل أزمة متفجرة في سوريا وفي ظل تدعيات انهيار المؤسسات في لبنان؟ في لبنان اليوم الصورة هي هكذا مجلس نواب لا يلتأم حكومة تصرف الأعمال حكومة لا تتشكل لاجئون سوريون مشاكل اقتصادية تفجيرات أمنية فراغ رسمي يتمدد سياسيا إلى ثمانة وأربعة عشر أراب لا قدرة على اختراق الدائرة المقفلة انتظار من دون أمل ومن دون أفق الليلة من معراب كيف يبدو الأفق؟ ثمت أخبار عن شتاء قاس ينتظر لبنان وعواصف طبيعية فماذا عن العواصف السياسية والمؤسساتية وحتى الأمنية؟ مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع الليلة حوار للإجابة عن كل هذه الأسئلة الحساسة المصرية وأشير قبل البدء إلى أننا نتلقى عبر فيسبوك وتويتر أسئلتكم ومداخلاتكم وتعليقاتكم وأن هذا الحوار يبث بالتزامن عبر أثير إزاعة لبنان الحر وعبر موقع القوات اللبنانية ليبنيسفوسز دوت كوم مساء خير دكتور جعجع أهلا مساء النور أستاذ وليد رح أبدأ معك بهالسبعة أشهر يلي عيشينا من دون حكومة برأيك مسؤولية من هذا الفراغ الحكومي؟ رئيس المكلف؟ رئيس الجمهوري؟ قوى 14 أذار؟ أم قوى الثامن من أذار؟ أنا عطول عم نبلش بالقضايا الكبيرة وأنا عندي هايك كلمة صغيرة ما عم بقدر مرأة بقى اليوم ولو الأمور المطروحة أمور كتير كبيرة بدي يعني بدي استفيد من المناسبة تمرأة وهي كلمة شكر كبيرة للأم تي في طبعا مش لأنه عم تستضيفني اليوم للدور يلي عم تلعبه هلأ من ثلاث سنين لهلأ ويلي لعبته قبل بالوقت يلي الإعلام عم بيعاني من أزم كبيرة بتأسف إليك أنه عم بصير في كل يوم ضخ مجموعة كبيرة من منش من المعلومات من المعلومات المغلوطة مما يؤدي إلى تشويش بزهن المواطن يمكن الأم تي في إلى جانب كم محطة أخرى بعضهم بقيين منارات حقيقة فعلية مش لأنه خط الام تي في مثل ما هو خطة بس لأنه هايدي الحقيقة فبدي وجه تحية كبيرة لكل فريق الام تي في كله كله بدءا من رئيس مجلس الإدارة وصولا للشباب يلي بيهتموا بالضوء وبالصوت وببقية تقنية المحطة تتطلع علينا متى ما عم تطلع شكرا لأنا هلأ بما يتعلق بموضوع الحكومة بالستة شهر الماضية كان وضع شيء وهلأ وضع مختلف بالستة شهر الماضية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وضعوا مقييس واضحة جدا لتشكيل الحكومة باختصرهم بثلاث مقييس أول مقييس أنه ما لازم حدا من الفرقاء يكون عنده تلت معاطل وعن حق ما لازم حدا من الفرقاء يكون عنده تلت معاطل لأنه ما لازم أي حكومة يلي هي السلطة التنفيذية للبلد يلي على ضوء شغلة بيمشي البلد ولا ما بيمشي ما بيسوى حدا من الفرقاء تكون هالحكومة تحت رحمته وقدر يسقطها بحيال الله عزة المقياس الثاني اللي حطوه مداورة بالحقائب يلي هالمقياس بالحقيقة كان من جديد رئيس تمام سلام ويلي كان مفترض يصير من زمان باللبنان بس مصر إلا لهلا والمقياس الثالث اللي حطوه أنه أعلان بعبدة بده يكون هو جوهر البيان الوزاري نعم طيح وانتظروا جمعه جمعتين شهر شهرين ثلاثة تكانوا عم بيحكوا مع كافة الفرقاء تجربوا يجمعوا أكبر قدر ممكن من القوى السياسية حول هالمقياس للحكومة اللي بدون يشكلوها وبالتالي الانتظار كان مفهوم ووقتها يعني تبعا للوضعية اللبنانية أنا شخصيا كنت بقدر أفهم هالانتظار طيب بآخر شهر شهرين استجد كتير أمور طرق على مستوى المنطقة يعني بمعنى مثلا كان فيه عمل عسكري أمريكي متوقع على سوريا وطبعا بمواجهة هايك مستجدات طبيعي على أنه ينتظر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ينتظروا تشوفوا شو بد يصير وجديا تعالى ضوءة يشكلوا الحكومة بس هلا من ثلاثة أربعة تجميع لحديث هلا أنا برأيي الانتظار ما بقى له أي مبرر يعني اليوم عند الرئيسين عند الرئيسين عند الرئيسين اليوم حطوا المقييس موقف حزب الله واضح من هالمقييس موقف الطيار المستقبل واضح موقف القويت واضح موقف أكترية الفرقاء واضحة من هالمقييس أنا استوئيب بدي أسألوا أنه الرئيسين بانتظار شو بقى هل عندهم تبدد؟ هل بتصف أنه أداءهم بالتبدد؟ بالأحجام عن اتخاذ القرار المطلوب؟ أنا الرئيسين صراحة بحبهم وبحترم أراءهم وبعتبر أنه يمكن من الليلة اللي بعضهم جمهوريين جمهوريين يعني بيأمنوا بالجمهورية بشكل مستقيم ومثل ما منأمن كلنا سوا بالجمهورية بس كل شي عم بقوله هلأ كل شي فيني يقولوا بالوقت الحاضر أنه هلأ الانتظار صار مضر وكتير مضر ببعض الأوقات يجب الانتظار بس بأوقات أخرى بصير الانتظار خسارة وخسارة كاملة أنا للسؤال بدي أطرح عليهم هلأ أنه بانتظار شو دكتور جعجع بركي بانتظار أنه انكشاف الوضع الإقليمي انطلاقا من التقارب الإيراني الأمريكي يعني البعض بيقولوا أنه رئيس ليمان أساسا رأى نيويورك بتوجه معين وعبر عنه إلى صحيفة فرنسية وقت اللي قال أنه بالنتيجة أنه قبل أول تشرين بده يكون في حكومة وقت رأى على نيويورك البعض بيقولوا أنه غير رأيه لأنه شايف أنه في بداية انفتاح إيراني أمريكي انطلاقا من هذا الانفتاح عمل إعادة قضاء جديدة للخضيطة السياسية هل بتوافق على هذا الأمر؟ أنا لا أوافق على هذا الأمر اخذين بعين الاعتبار أنه كل اللي صار هلأ بين أمريكا وبين إيران كان مجرد لحد هلأ ني بالحكي هلأ بين أمريكا وإيران في كتير ملفات طبعا على السطح وبأولها وأهمها بالوقت الحاضر ملف النووي الإيراني بس حتى إذا بدون يحصلوا اهتمامهم بالملف النووي الإيراني يعني احنا عم نحكي عن أشهر ويمكن سنين إذا زبط شيء أنا تقديري وهلأ يمكن منحكي فيها خلال الحلقة احتمال أنه يزبط شيء بيظل أقل من 50% واحتمال أنه ما يزبط شيء بيظل أكتر شوية من 50% يمكن بكافة لحوال ما فينا نظل النطرين لبنان ما بقى ما نطره ستة وشهلأ تبركي عاد صار شيء بالملف النووي الإيراني وبركي عاد صار شيء بين أمريكا وإيران بالوقت يلي ولو صار شيء بين أمريكا وإيران ما رح ينعكس على الوضع في لبنان لأنه متل منبين لحد هلأ محصور تماما بالملف النووي الإيران بس بكي كان الممتظر أنه لعدم إغضاب حزب الله والبعض بيظبط هالأمر أيضا بتبدل الموقف الجنبلاطي موقف النائب وليد جنبلاط يعني كان طاحش بموضوع 888 رجاء اتراجع عن هذا الأمر بزيت الفترة استاذ وليد لك يا أنه رئيس سليمان هو رئيس جمهورية هالبلد وتمام سليم هو رئيس حكومة مكلف يعني كلنا رئيس جمهورية هالبلد وكلنا رئيس مكلفين هايك ما بيمشي الحال وقت بيكتروا الطباخين بتشوشل الطبخة وقام حبتاك لياحني ما منوصل لها مطرح مفترض أنه واحد أنا مع أنه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يستمع على كل الفرقاء وياخدوا وقت بالحد الأدنى المطلوب بس أكتر من هايك كل واحد منه علاها مسؤولية بده يتحمل مسؤوليته بده ياخد قرار بنهاية المطاف بتقلي بده حزب القوات هاك وما بده هاك وبده حزب الكاتئب هاك وما بده هاك والاشتراكين بده هاك وما بده هاك مزبوط هاي طبيعة النظام الديمقراطي بس بنهاية المطاف في المواقف صارت كلها معلنة بس حتى باللعب وبتلع على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أنه هن يشوفوا شو بدون يعلم حتى باللعب الديمقراطية ايه ما معكن الغالبية يعني بارح نواب حزب الله شددوا على هذا الأمر قالوا أنه بالنتيجة بده ترتكز أي حكومة على غالبية معينة مع النائب والي جنبلات يلي هلأ رافض صيغة 888 ما عدتوا أكترية ما عدتوا غالبية بالتالي ما فيكن شكلوا الحكومة يلي بدكن ياها استاذ وليد مش نحنا عم نشكل الحكومة بنهاية المطاف رئيس الجمهورية ورئيس المكلف هن اللي عم بيشكلوا حكومة يشكلوا الحكومة يلي برأيهم بتنال أكترية يشكلوا الحكومة يلي هن مؤمنين فيها يشكلوا خير حكومة كيف ما بدون يعه ويبعطوها على المجلس النيابي من هونيك وطالع إن كان نحنا ولا طيال المستقبل ولا حزب الله ولا حزب الكتاب ولا الاشتراكيين كل فريق خليه يتحمل مسؤولياته ما فينا تضل المسؤولية ضائعة إنه نحنا بدنا وما بدنا عنا أكترية ولا ما عنا أكترية بغض النظر هذا كله صار معروف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هلأ قدام مسؤولياتهم يشكلوا الحكومة اللي هن مؤمنين فيها وانه نيك وطالع الناس ما راح تحط المسؤولية عليهم تنفطر إذا شكلوا حكومة وما نالت السئة بالمجلس النيابي مع أنه أنا رأي تتشكل حكومة مثل يلي من زمان وجين إحنا كقوات عم نطراحها أكيد بتنال السئة أنا هذا رأيي بس يشكلوا الحكومة اللي هن بدونيها إذا الكتلة النيابية أحجمت عنها الثقة ولا بتكون كتلة النيابية اللي حجبت الثقة هي هي اللي بتحمل المسؤولية بس مش بتضل المسؤولية أنه الرئيس السلامين ما عم بشكل حكومة والرئيس السلامين ما عم بشكل حكومة طب قلت أي حكومة هل يعني بترضو بحكومة 996 نحن لا منحجب عنها الثقة بس ما هي اللعبة الديموقراطية وكي هون رئيس السلامين يعني عم بتطالب بأذار ما هي بأخرار ما هون الرئيس السلامين والرئيس السلامين بدون يتحملوا مسؤوليتهم ما فيه يضلوا شالحين المسؤولية كالنا كلنا سواء إنه مهنة واللبنانية مش عم بيتفوا ما إنه منطق هذا وقال ليش القرارات تحصل بينقال على إنه الحكومة بوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مش أنا بوقع ودي جمبلات كمان وقال السيد حسن نصر الله وساعد الحرير لا بوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوقعوا الحكومة اللي هن مهمين فيها بس نظل هايك قاعدين معلقين لنساننا بالسعف وبعد هين بس أنا بتنسى السواء بالعاك نو ناطرين شو هلا ما ناطرين شي بك ناطرين متما قلت لك أنه يكن ناطرين أنه يتوضح الموقف الإقليمي وناطرين أنه يتوضح الموقف الدولي استزواري لأنه موقف الأطار في المحلية واضحة متل ما ذكرت شو ما كان الموقف الإقليمي ولا الدولي براح يأسرع هالعملية يعني حتى بدي روح معك إلى أبعد الحدود وأفترض أنه بكرة تنفترض أنا من من هالرأي أنه أمريكا وإيران تواصلوا لأتفاق بخصوص سلاح النووي الإيراني شو راح يصير هون ماشي شو راح تغير بالمعطيات هون هاي من جهة من جهة أخرى حدا في ينطر عملية هالقدم عقدة ويعرف كيف ما برمت هاي بتاخد أشهر وأشهر طويلة منظلنا نحن قديم عام يشكل حكومة تا كان أوباما قاعد شرب في نجين قهوة هو روحاني أكيد لا تبدو بكل هالفترة هذه يعني بالستة أشهر هل اقتربت مرة لحظة أعلان تشكيل الحكومة أو كمان ضلت بعيدة لأنه يقال أنه ببعض الأحيان بدأ وكأنه التشكيل الحكومية صارت جاهزة أنا رأي اقتربت بعض المرات بس بل لك شغلة يا أستاذ وليد ياللي كتير بيعطي دائنته بنهاية مطاف ما بيعمل شي كل واحد مننا على مسؤولية الشغلة ياللي مسؤوليته ما حدا مننا مسؤول عن أعمال آخرين كل واحد مسؤول عن أعماله عن صلاحياته هو بس هو بقى ما يسمع كل لازم يسمعه وديوصل الوقت ياخد قرار أما إذا بيضل يسأل شمال يمين يمين شمال شمال يمين ما نصل لها نتيجة بس هال العملية فقط تتعلق بسؤال شمال يمين شمال يمين أم الأمر أنه يمكن كمان إذا بدهم يقدموا على الأمر اللي ما اقتنعين فيه 8-8-8 وهذا أساس اقتناعهم يمكن عتلنين هم التدعيات على صعيد الأرض يعني كلنا سوا عشنا خمسة أيار ياللي أدى إلى سبعة أيار يعني وقت البدك تغضب حزب الله يمكن بده يكون في ردة فعل على صعيد الأرض وعلى صعيد الميداني أنا أستاذ وريد هالمنطق ما بيمشي فيه ما بيقبله ولا ندفي ولا جملة ولا تفصيلة هذا ما نبحث أبدا يا أنه بالحد لأنه عندنا نظامنا نحن وعندنا دستور وعندنا كتابنا يلي على ضوء من تصرف يا أنه بتقول لي إذا القصة بتغضب حدا ويقوم يعمل مشاكل على الأرض خلي يقوم يعمل مشاكل على الأرض أنت بتشجع الناس أكتر وأكتر تعمل فوضى وقت اللي بيتحسسهم على أنك خيف من أنه يعملوا عليك فوضى أو خيف أنك يعملوا عليك اتزاز كل واحد بيتحمل مسؤوليته نحن منا بأيام منا بأيام طبيعية ومنا بأيام عادية ومنا بأيام سهلة وبالتالي كل مسؤول بالدولة بدي يعرف أنه لها مسؤولية تحمل المسؤولية بهذا الزرف هذا صعب هذا منه منطق اليوم رئيس الجمهورية الدستورة عطاه حق تشكيل حكومة بيشكلها هو مثل ما هو مقتنع فيها وبيبعتها بتقول لي قام حزب الله عامل ثورة يقوم حزب الله يعمل ثورة كما نحن كان نصير نحن مشجعين الآخرين على أنه يتصرف وتصرفات خارج القانون خارج الدستور غير لائقة غير لائقة وغير مقبولة وبدل لك شغلة لو بسبعة أيار حتى بسبعة أيار ما كان لازم يروح على الدوحة لو ما رحنا على الدوحة شو بدي يعمل حزب الله خلي يضل قاعد بالشارة مبارح نزل على الشارة يعمل حواجز شو صار بس تعب حمل حلو وصار يصرغ على الدولة تأتيجي كرميل قال لا تاخد الحواجز عنه أنه ما بدنا نضل نحن كمان بها الوهم عادة عن أنه هيدا منطق مرفوض وإذا المنطق بقى نقبل فيه أنا ما بقى في دولة لبنانية أنا ما بقى في شي وأمريكي ساعتها هناك البكاء وصري الأسنان وبالتالي منطق منه مقبول هل هذا هو موقف المملكة العربية السعودية يعني البعض ربطوا بين أنه المملكة أجلت على الأقل أو ألغت يمكن زيارة الرئيس ميشيل سليمان إلى السعودية البعض قالوا أنه لأنه ممتعدة من أداء الرئيس ميشيل سليمان فيما يتعلق بتردده بتشكيل الحكومة المطلوبة لا لا استاذ وليل أنا ما هيدا معلوماتي معلوماتي أصلا المملكة كانت حبي هنه وجهوا ده للرئيس سليمان كانوا حابين يشوفوا رئيس سليمان مشان تيدعموله موقفه وموقفه الوطنية اللي عم يخدها مثل ما كل دول العالم بالحقيقة رئيس سليمان بآخر فترة كان محط أنظار كل العالم الخارجي العربي والدولة انطلاقا من حرصه على الجمهورية ومثل ما تبين أنه عم يصغل تبعا للكتاب يلي هو مفترض يصغل على أساسه هيدا كان أساس الدعوة هلا ما بخفيك أنه بأيلول وقت اللي بلشت الاقتصاد الأمريكي الإيراني ضيعت الأولويات كلها مش بما يتعلق بالرئيس سليمان أولويات المملكة ودول منطقة والدول الأوروبية وانتو شفت يعني كيف صار في تغيير بالأجندات بشكل على أنه مثلا بالوقت يلي كان مفترض أنه يستقبل فيه الرئيس سليمان كل المسؤولين بالمملكة بالسسناء الملكة تقريبا كلهم كانوا خارج المملكة كانوا شي بأوروبا شي بأمريكا عم بتابعوا التطورات وبالتالي أنا برأيه تأجيل زيارة الرئيس سليمان لأسباب تقنية لوجستية فقط لغاية ما لدي رسالة سياسية لأله أبدا طيب تبدل الموقف الجنبلاطي كيف تقرأ هو واحد ببدل موقفه وقال بيكون ثابت على موقف بس هو موقف جنبلاط بحالة صيرونا دائمة يعني بحالة صيرونا بس انطلاقة كمان من قراءة واقعية للوضع للوضع المحلي للوضع الاقليمي بشرف والرئيسين بالأخص عم بيحملوا ولي جنبلاط أكتر ما لازم يحملوا أكتر ما بيحملوا هو معهم بالوسطية هو معهم ما اختلفنا واحد بتشوار وبيعمل تحالفات قد ما بده بس يعني اليوم وقت لايجي بيسألوه قبل بوقت ما هيك بيجي بيسألوه مسبقا هل انت بتمشي بهذه الحكومة مثلا ما بيقدر يقول لهم اي او لا ما بيقدر انطلاقا من التموضع اللي هو حط حاله فيه أنا برأيي هون ممكن عم نحمل ولي جنبلاط أكتر ما هو بيحمل هني لازم يجوا ما بيعرفوا رأي ولي جنبلاط شو بالغميق شو وبالفيش شو ما بيعرفوا رأي حزب الله شو ما بيعرفوا رأي المستقبل والقوات والكتائب وهودي وهوديك ما بيعرفوا هني وبيطلعوا تشكيلتون وعلى دوقا ولي جنبلاط بيحدد موقفه وسعد الحريري بيحدد موقفه وحسن نصر الله بيحدد موقفه وسامير جعجع بيحدد موقفه بس ما فينا نجي نحط العربية قدام الحصان ونقول يلا خينا تمشي كيف تمشي بدون يحطوا الحصان طالع عربية تمشي أو ما تمشي اذا مشيت بيكون كتير مني اذا ما مشيت ما بيكون الحق عليهم بيكون هني عملوا اللي لازم يعملوه هلا في بعض القوب تتحسب عن تداعيات وخيشوها التداعيات اذا واحد حق الدستور يشكل حكومة وشكلها حر يشكلها انا قلت مرة الكلمة على الوكيف بتقولها ويحط فيها الوزراء هاي فوهبة وهاي فوهبة وهاي فوهبة حر مجلس النياب يرفضك كلها سوا تاخد الساقة سفر بس هايدي صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف غيرها عن هايك يعني بيكون اذا بدك ما توخزني بالتعبير عم بيشيوا المسئولية عن حالهم عم بيرموها على الآخرين انه مش متفقين ومش كذا حرين ما يتفقوا الفرقاء السياسيين كل واحد عنده نظر للأمور هاي شغلتهم ورئيس الجمهورية ورئيس المكلف شغلتهم انه هني يعملوا قناعتهم من بعد ما استشاروا الكل في شي حدا ما شفوه في شي حدا ما حكيوا معه مسكريا على حدا هني أبدا كتير عن اتصالات بين قوى وبين قيادات الربع عشر من أذار ايضا انه صار في اجتماع بريز وكانوا على اتصال فيكم لحتى انه خطة للضغط قيل انه في لجنة تحرك قيل انه بده ينعمل ضغط اعلامي يعني عدة سيناريوات هل في سيناريو موضوع ام انه مثل ما اجا كتيري ممكن اسئلة على الفيسبوك انه لأي متى بتضل 14 أذار بإطار المواقف الكلمية وما عم تقدر تجسد هذه المواقف الى فعل لا استاذ ولي مش مجرد مواقف كلمية هيك لا لا عم نروح موقفنا يعني بالانتظار بآخر 3-4 شهر قلتلك شو أسبابه وصراحة يعني انا يلي جمالا معتبر اكتر شي سريع بهالأمور حتى كنت مريئ من الحكمة على انه يصير شوية انتظار بركي بتتلي المواقف هون بركي مع انه برأيي كان اصبت شي بس تكلف رأيي السلام برك تاني يوم بتصير الحكومة يعي يا هاك بتصير الحكومات ببنان يا ما بتصير تفضل تفضل لا لا وين صرنا بس عاك الحد هلأ وصلنا لحد هون بقى اول 3-4 شهر يعني كان مبرر هلأ لا مش مبرر ولأ كيف كل قوة 14 أدار شوف اليوم الشيخ أمين مثلا شوف طيار من السابق شوف كلنا سوا بس حتى انتو 14 أدار ضعضعين يعني نائب رئيس مجلس النواب فريد مكري بقول حديث الأخبار شو يعني تلتمعطل لمن يرفضه ولمن يطالب به الفريقان يستطيعان تعطيل بعضهما بعضا في الحكومة من دون هذه الضمانات أحلى أستاذ وليد نحن مجموعة قوة كبيرة يعني متعددة وبالتالي ممكن يكون لدينا فرق بالنظرة لهالأمور وخصوصا فروقات نظرية بالنظرة الأمور بس مش معناتها مختلفين على التحرك العملي هلأ متفين على تحرك باتجاه الرئيس السلامين والرئيس تمام السلام تنقلون يا شباب بكل السئلة لعنا إياها تجاهكم ما بقى في أنطر والبايد ما بقى في أنطر وما بقى في كونتنطر تفضلوا شكله حكومي وهلأ أنا عم قولها هوا علنا وإذا ما استجيبوا واليوم الشيخ أمين قال ولا بدنا نقعد نجتمع ونشوف شي لازم ينعمل بس أكيد لازم ينعمل شي لأنه ما بيجوز بقى لك شغلة إذا ما استجيبوا بيكونوا عم بيعطلوا نظام نادي السوري خلاص هلأ عم بيعطلوا هلأ عم بيعطلوا مسؤولية على الصعيد شو بنعمل شو برأيك لازم نعمل بيكونوا هن عم بيعطلوا النزام شو بكونوا عم بيعملوا وإذا هن بقلوا تشكيلوا الحكومة صاروا عارفين مواقف كل الفرقاء هن عارفين شو بدهم بدون يعملوا شي من اتنين لازم يعملوا شي هلأ بتقلي ما بتقضي الحكومة الساعة بالمجلس وهي مسؤولية المجلس هاي مسؤولية ما راح يعطوها الساعة بس هن يشكلوا الحكومة لازم تتشكل وهم بين هلالين أنا برأيي الشخصة بس منه رأيي ملزم على الإطلاق الحكومة الوحيدة الممكن تقطع بهالأيام هي حكومة لا 18 لا 14 ولا 8 لا 14 ولا 8 من شخصية محترمة حيادية حيادية بالمعنى انه لا 14 ولا 8 بس يمكن يكونوا من أهم السياسيين أهم يعني أشخاص بيفهموا بالسياسي كتير ما بيعد يفرق يعني إذا تكنيقرات أو أو يعني ارجاع سعاطة الحكومة الأول طبعا الحكومة هي دية ما بيزبط إلا هاك بالوقت الحاضر أنا بدي أخذ معك سيناريو تاني خي شو هو أكتر السيناريوات تفاعلا إنه الشبيب بالنهضة الآخرين يمشوا فيه مش تسعة ستة تسعة طنف تريد هاي حكومة مش موجودة أستاذ وليك رحل لك ليش مش موجودة لأنه 8 أدار عنده إمكانية إسقاطه ساعة البدة وقوة 14 أدار عنده إمكانية إسقاطه ساعة البدة ما هو عندهم تسعة وهو عندهم تسعة مضبوط وقال وساطيين نتريين ستة رح يكونوا مازهوليكين بهالنص طيب أي قرار ما بيعجب بكون فرحة يعني إقلنا شكلنا حكومة ببين ويزاري ولا ممكن نقبل بتعويز سحرية جيش وشعب المقاومة وثماني قدر ما ممكن يقبلوا بدونها مصحب يقولوا بدون توافو بدكم تروحوا على التوافو شو يعني نقول جيش شعب نقبلها التوافو ما كنتوا تقبلوا قبل كنا نقبلوا بطلا نقبل شو بصير كنا نقبل نحن ولا يوم قبلنا بعيد الوحل لا قوى 14 أضع السعد الحديث بحكوماته اللي شكه لأنه كان قابل بهذا الأمر بس صراحة هيك بس للتاريخ نحن والكتائب ولا يوم قبلنا فيها حتى الكتائب أمره دعوة قدام المحكمة الدستورية أنه هذه تعويزة منها دستورية بس بكيف تلاحوال إذا قلنا بظرفة معين قبل فيها بركي وقتها أنه بيلمو الوضع بالبلد وقتها بيين أنه بتقبل فيها عم بيفرض وضع أكتر أو أكتر بالبلد ومش أنه عم تلمو الوضع بالبلد وهلأ الكل صار عنده قناع عنده بليها أنا عم بعطيك متى الحسي شكلناها تسعة ستة تسعة أول شغلة بالبينة الوزاري شو بتوصير التسعة تبع أربعة عشر رح يمشوا بجيش شعب مقاومة رح يمشوا شو بيعملوا تسعة تبع أثمانية أذار بيستقيلوا أو إذا مشت جيش شعب مقاومة التسعة تبع أربعة عشر رح يستقيلوا شو ممكن نعملنا في حكومة واحدة ممكن تتشكل بها الأيام حكومة بيجيب شخصية لا أربعة عشر لأثمانية لأنها مربوطة بهالتحويزة ولا مربوطة بغيرها بيعملون الحكومة مثل الخلق متراسقها بعدها تقعد تهتم بأمور الناس نصير نقدر نمره على الطرقات ومشكل ما شات الدنيا تفوت طوف تفوت الماء على بيوتنا هيدا المنطق الوحيد دي اللي بيمشي طه تأختم معك بدي اسأل أسئلة من فيسبوك يعني سؤالين على السريع عبدالوادي بيسأل شو دوركم بتشكيل الحكومة وهل ستخرجوا من حالة الخضوع بدهم مواقف عملية يعني نحمل عصي وننزل عمين بس ما مني عارف لأنه هلأ المسألة صراحة أنا عند رئيس سليمان وعند رئيس السلام هني هلأ من شكله حكومي هلأ حزب الله عليك يرفضها بحث آخر صار نحن عم نعمل صراحة يالي بيناعمل يا شباب الأمور منا هيني بالبلد كل كلمة بها الأيام بدي انتباه كيف الحريكي الخطوة يعني ما حدا في مننا مضبوط هون إذا عزد عصي ناقصة ومش يعني مش يريت الأمور بها البساطة كنا من زمان لأن احنا مستعزلين أكتر من أستاذ عبدالوهاب باخص نصيف بيسألك على تويتر لا المنادات بصلاحيات لرئيس الجمهورية مدامة الصلاحيات التي يملكها رئيس جمهورية كتشكيل الحكومة لا يستفيد منها هذا اللي عم نقوله هذا اللي عم نقوله هلأ بالأشهر الماضية يمكن كان فيه مبرر لشوية انتظار بس هلأ بتأديري أنا شخصي بتأدير كله 14 دار ما بقى فيه أي مبرر للانتظار هيدا بالنسبة للحكومة بدنا ناخد فصل إعلاني ونفتح معك الملف الأدق هلأ أو ملف رئاسة الجمهورية تمديد تجديد أو انتخاب وإنما بعد فصل إعلاني أول ومنتابع معكم هالحلقة بموضوعية من معراب بحب تذكر أنه كمان هالحلقة عم تبث مباشرة بذات الوقت على إذاعة لبنان الحر وعلى موقع القوات اللبنانية دكتور جعجع بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية بـ 25 أيار 2014 برأيك مين رح يكون فيه بأصب عبده الفراغ التمديد لرئيس سليمان أم رئيس جديد أنا ما يعني في عندي صار عم بصير عندي خوف من نوع من هيك تخدير نفسي عم بيقع فيه كثير من الناس انطلاقا طبعا من 20-23 سنة ممارسة سياسية مغلوطة أستاذ وريد مثلا انت شو اللي خليك تسألني انه بـ 25 أيار رح يكون فيه فراغ خي معنا انتخابات رئاسية يعني شو اللي خليك فتح أول ماذا دكتور جعجع؟ يعني بـ 88 عشناها وبعدين 88 كنا بحرب كامل وبعد ذئيس الحود مرجعنا عشناها بفترة بين انه انتهاء أهد أو ولاية ذئيس الحود ووصول الذئيس مشال سليمان رجعنا عشناها لأنه هايدي استثناءات والاستثناء مش القاعدة علينا بأسرع ما يكون نرجع للقاعدة القاعدة هو انه عندنا انتخابات رئيسة جمهورية بدنا نروح وننتخب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي بـ 25 أيار لازم نطلع ونهني قبل 25 أيار لازم طبعا قبل شهرين خلالها الشهرين بين 25 أدار و 25 أيار لازم نطلع ونهني رئيس جديد بأسر بعبدة هذا التسلسل الطبيعي للأمور ما معقولة هنو أهدئيس الموجود حاليا بالتمديد أو بالتجديد؟ نقطين أول شيء أنت عم تحكي باستثناء عن انتخابات رئيسة جمهورية ليش عطول منفتر التمديد تمديد هو الاستثناء الاستثناء الرئيس الياس الهراوي عهد الوصائي عهد الوصائي وورد تمديد للرئيس عهد الوصائي ورد تمديد للرئيس الاحود شفنا كل شي صار كل التداعيات اللي صارت وهذا كله عهد الوصائي وهذا كله استثناء النقطة التانية اللي بده أقولها الرئيس مشيل اسلامين أكتر من مرة أنا إليه شخصيا بكل صدق ما عنده أي نية أن يجدد وبكافة الأحوال الرئيس اللي عنده نية يجدد أنت نفترض أنا عم بحكي عم مستويه شخصيا لأنه أقول لك بكل صراحة حتى لو الرئيس سلامين عنده نية يجدد نحن مش هدا المسار الطبيعي للأمور مسار الطبيعي للأمور نروح وننتخب رئيس جديد للجمهورية مع كل احترام للرئيس سلامين بس الرئيس سلامين هو لوحده وبكل عم ما عنده أي نية يجدد لأنه لو عنده نية يجدد ما كان بيأخذ مواقف اللي عم بيخدم من ستة أشهر لا هلا فإذا بخمسة وعشرين أيار مفترض أنه يكون عندنا رئيس جديد بأصل بعبدة أنا طرحت السؤال لأنه تتصاله تهنه بأصل بعبدة بدكن تروحوا على مجلس النواب قبل بنصاب التلتين نصاب التلتين إذا منه مؤمن إذا ما فيه توافق ما رح تتفقوا ومنشوف أنه التوافق اليوم ممنوع إذا التوافق على صعيد الحكومة ما عم يزبط كيف بده يزبط هذا التوافق على صعيد دائسة الجمهورية نقطتين جديد أول نقطة كل نايب وكل كتلة لها مسؤولية تروح على انتخابات رئيسة الجمهورية بس يحدد رئيس المجلس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أكبر واجب وطني عند حيالها نايب وقال لا عم بلك من هلأ استاذ وليد بيكون عم بيرتكب خيانة وعزمة ولو أنه القانون ما بيطالها الخيانة وعزمة نروح على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إذا النايب أو الكتلة النيابية ما بلا تروح على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللي عاشوا بدها تروح اللي مش نشوح هذا موقف كمان حاكين لا 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 يعني الزهاب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس هو موقف سياسي أيضا الامتناع وموقف سياسي منعا لوصول مرشح من نضاضي عنه الفئة الأخرى أبدا استاذ وليد هيدا مش موقف هيدا هوني إذا بدك تعدي على الدستور وتعدي على مفهوم الزهاب للمجلس النيابي مجلس النيابي يعني معناته بهالمنطقة هيدا إنه ما ممكن تصير انتخابات رئاسية إلا تقريبا أصغر كتلة بالمجلس النيابي تكون راضية ما يتبطل فيه مبدأ يعني التصويت بالمجلس النيابي وأكتريات وأقليات يعني خلاص تعطل البلد كله سوا هلأ هيدا من جهة وبالتالي أنا تخطى التكافي لها النقطة هيدا بقول على إنه كل الكتلة النيابية هيدا واجب وطني عليها وأنا بتمنى على كل الأحزاب السياسية وأنا بتمنى على كل المرجعيات الوطنية والدينية من هلأ يبلشوا يطرحوا نفس الطرح إنه بس تتعين جلس الانتخاب رئيس الجمهورية واجب وطني على كل الكتلة تروح كل واحد من هلأ اللي بيحب يترشح يترشح اللي بيحب يعمل الاتصالات بالكتلة النيابية تتسوط يعمل بيحب يعمل حملات انتخابية هاي اللي يعملها بيحب يجي نحن يطلب مننا تأييده يجي يطلب مننا تأييده بيحب يروح وان على أقاس الصين تيحكي مع اللبنانيين يحكي مع الناس مع النواب اللي لهوني تيينتخبو يعملها بس بس تجي وقت انتخاب رئيس الجمهورية واجب وطني وقالها بيكون خيانة وطنية على اللي بيغيب اذا مرها على الجلسة بس بدي لك اهم من هيك لحد هلأ نحن ماشيين بدون معارفين سبب فعلي بقسة التلتين بانتخابات رئيس الجمهورية هيدا مجرد اجتهاد وتفسير انا رح اقرى المادة هلأ انا وياك وقدام كل المواطنين وحتى عم نفكر بتدابير مشين مرة لكن مرة تنهي كل المهزل لان يصاب التلتين مدة 49 من الدستور لك بشكل واضح قدام كل الناس ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي هيدا مش رأي سمير جاجع ولا رأي القوة اللبنانية ولا رأي 14 أدار هيدا المدة 49 من الدستور هلأ عهد الوصاية فالسلحة هو بالحقيقة قبل عهد الوصاية قبل عهد الوصاية لأنه كانت القصة يعني اللي بينت أنه كانت معركة الشيخ بشير الجميل هو تأمين نصاب الثلثين وليس أنه ياخد الغالبية بمجلس النواب بس كل عمرة هيدا عم بتصيرها على سبيل على سبيل إذا بدك الاجتهاد لأنه المادة لك مثل ما هي أنه بالدورة الاولى تلتين عظيم بس بالدورات التالية بدأ غالبية غالبية المطلقة وبالتالي مين قال على أنه ما بتنعقد الجلسة إلا إذا فيها أكتريت التلتين لأنه بدك دورة أولى البعض إنه فصلوا إنه بدك دورة أولى دائمة بكل انتخابات وبالتالي منطلق من هون إنه فيه تلتين حكما غير صحيح لأنه بالدورة الأولى إذا عندك أقل من التلتين بتعمل انتخابات بيطلع ما معه تلتين بتكون ما تطلع بالدورة الأولى بترجع بتروح دغري على دورة تاني وبكافة الأحوال طالما الأمر إله علاقة بتفسير الدستور والمجلس النيابي بلبنان هو المنوط فيه تفسير الدستور نحن عم ندرس مع الأخصائيين عال إذا هيك بيحبوا بركي منروع على المجلس النيابي منفسر مرة لكل مرات هالمادة بالدستور إذا نعقد مجلس النواب قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما فيها الأمور تدل فالتي أنا بإلاك شغالي ما أنا فالتي حكي فالتي بس ما فيها تدل فالتي مش ما يتع إذا فالتي إنه تضل فالتي بل لك شغالي مثلا بقصة قانون الانتخاب من بعد ما ضلينا ست شهر ندرس ونطلع وننزل وننزل ونطلع وننزل ودرسنا وإنه جربوا توافق ما توافق وتوافق وكذا كذا طبعا عملنا كل ما أنا أعمله هلأ أنا بفهم بقصة قانون الانتخاب شغالي وحده فقط لغير تنعمل جلسة نيابية وكل القوانين يلي مقدم فيها اقتراحات ومشاريع قوانين تطرع على الهيئة العامة والقانون مشروع القانون أو اقتراح القانون يلي بياخد أكترية هو اللي بيصير قانون الانتخابي بس متماع بيحاول بعض يعمل لحديث هلأ وهذا كله سوا من قبيل السم في الدسم في الدسم يعني إنه ما بقى يصير شي بالبلد إلا بموفقة من أول لبناني إلى آخر لبناني ما هي تمرح يصير شي بالبلد كل ما يطرح على أنه ما بنا نرجع نشكل لي جاي أنت ترجع تدرس شو بقى تدرس ما كل بدي ندرس ندرس هاي دي بالمطلق هاي بما يتعلق بالنسبة إلا ترشيحك هل أنت مرشح لرئيس الجمهورية لا استاذ وليد وأبدأ ترشح شو أنا مستحي يعني بأول أي دول شو عملت حكي عملت قلت أنا اللي بدنا إياه من انتخبات رئيس الجمهورية عملت مواصفات ما بتنطبئ إلا عليك مش مظبوط بتنطبئ على أكتر كتير من علي كمان هذا مش مظبوط أنه بدك تقل لي هلأ ما في مرشح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو اللي هني ويا وبيرجعوا لرئيس الجمهورية روناء بيني وبانك من 23 سنين إلى هلأ يعني بعد ما انتهى الطائف من 23 سنين إلى حقيقة هلأ ولا يوم من الأيام أنه رئيس الجمهورية محطوطة هيك عليها مش لا لأنه ما عمو تصير انتخابات رئيسية جدية نحن بنعرف كيف كان تصير انتخابات رئيسية قبل أنا بقول لك شغلة من قبيل الصحة الوطنية إذا بدي حطها هيك لازم يكون في توازن وطني متل ما في رئيس مجلس بيجي متل ما عم بيجي ورئيس حكومة بيجي متل ما عم بيجي إلا بالاستثناءات على طول في استثناءات برئيس الجمهورية صارت هايدي القاعدة أنه بيجي رئيس جمهورية مدركية لا أبدا كل اللي كان مقصود بي خطابة بايلول أنه لازم ترجع تصير انتخابات رئيسية جدية تيجينا رئيس قوي ياخد قرار ويشارك بالحياة الوطنية ومؤتمن على صورة الأرض مؤتمن على طبعا لا بدي يجيبه مؤتمن على حزب الله ورئيسا قائدا يشترح الحلول لرئيسا مديرا للأزمة طبعا 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 طب انت لأ منهم بمعزن أنت مرشح لا لا وقت بدي ترشح بترشح هلأ مني مرشح لا أشرف شغلة ممكن واحد يعملها يترشح على رئيس الجمهورية بس بلك كل المرشحين الأقوياء دكتور جعج أصدروا أنه مثل ما قال النائب العماد ميشيل عون بالأسبوع الفائت مع الزمي سعيد غريب إذا أرادوني رئيسا فلينتخبوني ولن أذهب إلى أحد وأقول له انتخبني بلك أنتوا كل المرشحين الأقوياء صدتوا على هذا المذهب لماذا ما نفي إلا أنا وعاوني أقوياء أنا وعاوني أقوياء مزبوطين مزبوط بس في ناس تنين كمان هاي من الجهة من الجهة أخرى من الجهة أخرى أنا عم بلأكلم ماني مرشح بس بأي وقت من الوقات ممكن نرجع صير ما حدا بيعرف مع أنه من سنة رشحك سعد الحديدة أذى إيس سعد الحديدة حيدي من عطفته مزبوط رشحني من أناته بس هذا شيء آخر ما بتشوف أنه في ترشيح جدي وقد نروع على ترشيح جدي لا منقود ومنبحث ومنحسوب ومنشوف وعلى أضوءة منشوف شو بدأ نعمل بس بلك شغلي ما حدا يعني ما حدا يخاف ما رح استحي وقت اللي بشوف على أنه إجا وقت أني ترشح أني ترشح بس هلأ لا ما أنا مرشح ما بتشوف أنه في تبدل بالمزاج عن تيار المستقبل يعني قبل بسنة غضت سعد الحديدة نائب رئيس مجلس النواب قال لجريت الأخبار عون طرف وجعجع طرف وأنا أستبعد أن يكون هناك أمل لأي شخصية لديها موقف في الصراع ما في تبدل عن طلافائك بالنظلة إليك أنا قراءتي مختلفة يعني قراءتي مش مثل قراءتك أنت كما عمل لك يعني أواشي النايب فريد مكيري وكل عمره هو يقول هاي هو حليف تيار المستقبل بس مقرب جدا من ذا إساعد الحديث طبعا مقرب جدا بس مقرب جدا بس بقيت أنه صار نفس الشي هاي واحد اتنام مع بلك هاي تقللك أنه قصة رئيسة جمهورية بدي أقعد ومنحكي عروية ومنشوف شو بنعمل كلنا سوا بس 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 النقطة الفصل بها القصة أو النقطة الأساسية هو أنه نروح على انتخابات رئيسية جدية ويطلع ونوصع على رئيس جدي هاي إذا بدك جواه الموضوع بالنسبة أنه بالوقت الخاضر كل بيئة تفاصيل بترشع ممكن بس هلا أني مرشع ميلاد عقل شهين على فيسبوك بيسأل هناك كلام عن سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية شرط أن يسلم حزب الله سلاحه مع ضمانات من الرئيس للحزب هل ستقبل القوات اللبنانية بهكذا اتفاق؟ كل حادث حديث يعني بدنا نجمع كل الطروحات بدنا نشوف كل المطروح كل الظروف نعمل كل حسباتنا وعلى دوق أو بكافة الأحوال بمواضيع مثل هايدي أكيد فيه عملية تشاور واسعة بدنا تصير نحن وحلفائنا شو يعني ما عندك رفض مبدأ للنائب سليمان الفرنجية أن يقلب إسان جوني ما عندي ما حدا يتصور أنه فيه هيك مواقف من الأشخاص يعني جامد يسابته إلا مواقف من الطروحات العامة من الطروحات العامة دعم بتقلي مثلا أنه يضل حزب الله طبعا أنه موقف موقف هادي ما بيتغير مش أنه بكرة ممكن بعد لحظة من اللحظات نقول ولا معلاشي هلأ صار مقاومة وبالتالي لا خليه خليه نلقي له أسباب تخفي فيه مثل ما عمله البعض الآخر إن كان بالموقف من النظام السوري أو بالموقف حتى من حزب الله لا بالقضايا ما عنا أي موقف ما عنا أي تغيير موقفنا وأنا من ثلاثين سنين إلى هلأ الكل بيعرفوا هذه السابتة سوابت بالقوات اللبنية من الأشخاص حسب إديش هالشخص بيقرب أوي بعد من الطروحات اللي نحن فيها قائد الجيش جران أهواجي شبوه يعني من المرشحين محتملين إلى رئاسة الجمهورية أنا خيف من الشغلة أستاذ وليد أنت تعرف أو شي علاقتي بالجنال أهواجي وبتعرف رأيي فيك شخص بس أنا بخاف من هايك يصير عنا عادي في لبنان أنه عطول أي جيش بيجي رأي الجمهورية يعني كنا بالرئيس لحوض رجعنا على رئيس سليمان فترد هلأ صارت برجع بقلك بتمنى أنا إذا جنال أهواجي يفكر فيها يستقيل بأسرع وقت ممكن ويترشع رأيي أستاذ جمهورية لأنه هو كشخص ما في شي بين أسوء أبدا بس ما كمان لازم نحافظ بالحد لأدنى نحن على مؤسساتنا على طبعنا مش إنه نخلط الحابل بالنابل ويغتخط الأمور ببعضها هايكي بس بمعزة عنها وبحق المواصفات يلي حكيت عنها بس نترح القصة لكل حدث حديث حاكم مصر في لبنان ضياد سلامة لكل حدث الحديث ما رح نفوت لا بأسماء هلأ ولا بمواصفات مش عم نعمل إستاذ ولي طلعت أكتر شي راضي عن نائب سليمان فرنجي أنا راضي عن كل بس نائب بس أكتر شي يعني إلت لا لا سليمان فرنجي موقع هو كنيب موقع طبيعي إنه واحد يفكر فيه الباقين لا استثناء صار حلوة الأشياء تصير مثل ما لازم تصير الطبيعة على إنه سياسة نائب شخصية سياسية ترشح المش طبيعي يصير إنه وخصوصا وقت بالدستور يعني حاطة عكس زالي إنه موظفيه فيه أولى إنه يترشح بني يترشح ويستقيله قبل بس سنتين ما بتشي المنى المنى عيب النائب العماد مش هالعون شو بو شو موقفت منه برئاسة الجمهورية ما ممكن يكون موقف منه أكتر من موقف من حاله هو عم بيقول إنه ما أنه مرشح هالمرة لا ما أنه مرشح بالشكل لأنه بالنتيجة ترشحت أو ما ترشحت بالشكل ما إلا قيمة أساسا ما حدا بيقدم ترشيحه أنا أنا مني مع ترشيح جنيه العون بكل صراحة يعني لمجموعة تعوامل أنا أكتر واحد يعني مثل فهد وعباس يعني صلنا ثلاثين سنة مثل فهد وعباس بنعرف بعضنا أنا مزبوط مزبوط أنا بكل صراحة يعني فيه إيشة واحد بيسير فيها فيه إيشة ما بيسير فيها يعني أنا أقرب لرأيه هلأ على أنه ما يترشح على انتخابات رئيسة الجمهورية بعد فيما الأسماء المحتملة الوزير السابق جون عبات عندك شاء سئلة تاني أستاذ وليد خلص باس لا أسماء ما رأح نبحث هلأ أسماء يعني أسماء ما رأح فوت مش مشكلة مشكلة الأسماء يعني المشكلة مشكلة مواصفات ومشكلة أهم شي تصير انتخابات رئيسة الجمهورية ما رأح نقبل ما بتقبله وبترجع بتصير بس إذا بدك ما وقفنا هلأ بدنا نروح على انتخابات رئيسة الجمهورية المادة 49 بدنا نفسرها متى ما لازم تتفسر صار لازم حياة مؤسستية دستورية تأخذ مجاهة طبيعية مش كله ترتبات تظبيطات مدرك كيف تصير مدرك مين تفضل يترشح يخوض معركته يقلنا على أي أساس مرشح يعمل اتصالاته يجي يزورونا كمنا سواء هبتعمل اتصالات انت شخصيا أنا لأ هلأ ما عم باب الاتصالات منك يعني برأيك الوضع الاقليمي بعد ما تبلور بعد ما توضع مش هيك قصة حساباتها مش قصة وضع الاقليمي حساباتك شو بتقول حسابات هون داخل هي بدنا نشوف بدنا نشوف هلأ الموضوع عم بحكي أنا بقلية عم بحكي بالمبدأ القلية والمبدأ هايك اللي بحب يترشح يتفضل يترشح طيب ذكرت بعد تنختم هالملف لأنه في كتير أسئلة احتمالية ما رح أطرحهم إنه إذا صد رئيس الجمهورية شو موقفك من شو بدك تعمل بسلاح حزب الله شو بدك تعمل لا لأنه مثلا بيسألوا إنه شو عندك حل شو عندك حل يعني إذا صد رئيس الجمهورية بيغض النظر عنها بيقول لك شغلة بيقول لك شغلة بس بيغض النظر عن كل هايدي عن جد نسيو اللبنانيين على كترة ممرأة عليهم من 23 سنة إلى هلا نسيو كيف ممكن يكون مسؤولية جدية وفي مسؤول جدية بس بيقول لك شغلة مسؤول واحد جدية واحد واحد جدية بدي خبرك خبرية صغيرة مرأة عكتار من اللبنانيين على مستوى آخر بس على قد على قد ما بتسوى معبرة جدا الله يرحمه ويسام الحسن قبل ما يستشهد بشهرين ثلاثة كان في دورية من قوى الأمن الداخلي وما توغزني بتعرفي عن الناس عنها قوى الأمن الداخلي أنه إخذتهم أهلية بمحلية باعتبار كل النهار مختلطين هنويا هي مرأة دورية بشارع الحمرة بصير إشكال صغير هنو حرس بيت الحزب السوري القومي الاجتماعي بيقوموا الحرس طبع الحزب السوري القومي الاجتماعي بيقوموا بأشتوون أربعة فرودي أو شيء من هذا القبيل بيوصل الخبر على المدرية بيحكي اللواء أشرف ريفي مع ويسام الحسن بيبعثوا ضغري قداش عندها قوى بتعرف قوى الأمن الداخلي يعني مش هي الأوة العسكرية بالبلد هي قوة 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 من الداخلي بيبعثوا بيقولون لايكوا تقلكون معكم أربعة ساعات يا أنتوا بتسلمونا إياهون يا نحن فيتين نجيبوهم بعد بعد ولا استنجدوا بالجيش ولا حكيوا مع الجيش خلال ساعتين كنوا مسلمين من الأربعة يلي طال بينهم مع السلاح يلي أخدوهم من الدركيين يلتقى مسؤول واحد بالبلد يا أستاذ وريد ياخد موقف مرة بيصيروا عاملين لحسبات إذا بيقى بموقع وإذا رح يبقى وإذا رح يساوطوله بعدين وإذا مدرش ورح يسير ما حدا عم بياخد موقف من شي بيلك شغلة أكتر من هاك شفت كل قصة طرابلس وبعلم حسين نصف أرار بدا مدينة فيها نصف مليون لبنان ما هاك تركينا معلقة بين الموت والحيات صرنا من سنتقل الحيات هلأ ما حدا بياخد أرار بخصوصة أرار مثل مثل خلق ما شعام تقول ليه تقول لي شو بينا عمل كل شي بينا عمل ما حدا يستقل بالقوة الشرعية الحديث هلأ بتأسف على أنه اللبنانيين ما يعرفوا شو معناه السلطة الشرعية هو هتستقل السلطة الشرعية هو واحد يقعد على بعد عشر مليون كيلومات بياخد أرار والأرار هو بيتنفس هذا بيتنفس ما حدا فيه تصور شو السلطة الشرعية هي الأمر الزهرية طب حكيت أنه في عدد من الشخصيات يعني اللي بتشوف أنه مؤهلة فيك تسمي لا لا بس أكيد في شخصيات مؤهلة أستاذ وريد شو حلو بلد من حلفائك من حلفائي من غير حلفائي يعني شو حلو هالمواصفات ما بتنتبقى إلا على شخص واحد حلو يعني حلو بقولك ساعتها بلها الشخص وبلها البلد كله زوى لا في شخص واثنين وثلاثة واربع وخمسة إيه ممكن تنتبقى عليها هالمواصفات وهل الظروف رح تسمح بوصولهم ما هو خصوصي لأنه ظروف هاك تستلزم وصول هاك شخص بالأيام العادية ممكن مشي حالك يعني برئيس عادي أو برئيس إنه من قريبه بس بأيام بظروف استثنائية حكما بدك رئيس هاك هل متفقهم مع حلفائك على هالطرح إنه نعم الزهاب بمعركة رئيسة الجمهورية حتى النهاية نعم وصولا إلى رئيس قوي للجمهورية استاذ وليد كل يوم أنا وحلفائي بالكلام بهالموضوع ولحديد هلأ ما لقيت إلا كل ترحيب وكل قبول وهل بتعتقد حقيقة إنه طيار المستقبل بده رئيس جمهورية قوي لأنه وعفوا منك من المستمعين لأنه البعض بيقولوا إنه يمكن الهدف سواء عند السنية السياسية أو الشعية السياسية إنه عدم وصول رئيس جمهورية مسيحي قوي إلى سدة إسد الجمهورية إذا رئيس للجمهورية أوي أول ناس هيمشوا طيار المستقبل رئيس للجمهورية لأنه أول ناس بتصور بدهم للجمهورية وبتعرف شو شعارهم يعني من سنة 2005 أقل وهو قبل هكي هو إنه لبنان أولا وبتعرف إنه قداش عم بيقضوا من عدم وجود جمهورية قوي وبالتالي أكتر ناس بدهم رئيس جمهورية قوي وإنتي بعدك عم تقل لي من سنة شو غرد ساعد الحرية لاش إنه هكي كان عم بيتسلى يعني غردها لأنه هذا رأيه بهالسية مش عم بقصد يعني على الشخص بالذات على المواصفات على المواصفات طه هذا بيقودنا إلى الحديث عن العلاقات مع الحلفاء العلاقات مع الخصوم رح نفتح الملف وإنما بعد فاصل إعلاني تاني بموضوع العلاقات مع الحلفاء والخصوم بدي بلش بأمر اليوم كتير انثار بعدد من الصحف حول اللقاءات بين القوات اللبنانية والمردة وبينقال ونقال إنه هاللقاءات عم بتصير بمنزل شخص محايد بين الطرفين وإنه على الأقل صادوا لقاءين هل صحيح هذا الأمر؟ مزبوط بس اللي مش مزبوط يعني عم بيثور وكأنه إنه ما كان في لقاءات وبلد تصير في لقاءات هيا مش مزبوط إن اللقاءات عالطول حتى تنزك لما تنعاد بأسوأ الظروف كان كفة يكون في هالسابعة ثمان سنين هلأ جلمة فيه أنه بس اضطرب حبل الأمن بلبنان لهالحد خصوصا لأحداث الشمال أحداث الضاحية اضطرب الوضع المنطقة كلها سواء طبعا صار فيه لزوم لتكسيف هالاتصالات وتشعبها شوية صغيرة لأنه مزبوط إنه الوضع صار بيستداهك وهذا اللي عم بصير انطلاء من مبادرة ذاتية أول بعض عم بيقوله لأنه البطير كباعي تدخل شخصيا في الموضوع ضغط في هذا الاتجاه وحتى كلف المطران سامين مظلوم إنه هو يدعى هذه اللقاءات لا مازال فت بالتفاصيل بالحقيقة بلشت اللي كان طبعا كان فيه نية ورغبة من الفريقين كان فيه نية ورغبة من الفريقين وإز بيصير فيه تطويب المطران طرابايم المطران أسترالي أسترالي بيجي لهم بيتطواب المطران بيتطواب المطران المطران صديق مع كل الفرقاء بما أنه هو من تنورين كمان صديق معي من جاه وصديق مع سليمان الفرنجي بيمروا علىنا اتنين اتنا سوا بيشوف هالأجواء بيأيده وساعتها بيقول ما زال هايك خياليش ما منبلش هلا على السريعة ولش ما منسرع الاتصالات وبالفعل بيقوم بتسريعة وهيك منوصل على هو اللي يدفع بهذا الاتجاه هو اللي يدفع بهذا الاتجاه طبعا انطلاقة من هون كتير عم يسألوا على الفيسبوك على تويتر انه هل صار الدكتور سامير جعجع اليوم اقرب الى سليمان الفرنجي منه الى ميشيل ونايلة معوض لا بكل صراحة لا 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 ميشيل ونايلة معوض اقرب كتير من ناحية الخط السياسي من ناحية شخصية انه ما بتصرف على قصص شخصية وطبعا علاقاتنا مع الكل متل ما الكل بيعرفوها بس من ناحية الخط السياسي لا ميشيل معوض خطه سياسي 14 دار 14 دار لا لا طيب كمان اسئلة هل التقاضب مع المرضى ده هو اللي زكزكت ميشيل معوض وبطس حالا باعتبار انه للمرضى ده حدود بالمنطقتين لا 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 بتأسف على هيك سؤال لا تصرفاتنا ابعد بكتير من هيك حتى بقلك اكتر من هيك يعني شو اللي خلها الاجتماعات ترجعها تصير مرة بيكون في موفد تعرف بفترة قانون الانتخابات بيكون في موفد موفدين من البترك الرائعي بيبرموا على القيادات كانوا مش انت يكفوا البحث بقانون الانتخابات المهم بيمروا علي موفد من موفد البترك بيمروا علي موفد البترك يلي بعتذر عن قول اسمه لانه هو بفضل انه ما يعني يضل هيك بيمروا علي وبيقلي من الجملة بيقلي كنت عند سليمان الفرنجية وهيدا رأيه بخصوص الانتخابات على هامش الشغلة قال لي حكينا كتير بموضوع هيك التطورات الأمنية اللي عم بتصير على حدود قضاء صغارتها قلت له بتقله لسليمان الفرنجية أول مرة بتمروا علي انه هاي الشغلة وعي يعتبرها بتعنيه هو وحده هاي بتعنينا قبل منه بالقلية بتعنينا قده وبالتالي اذا باتوصل نحن عنا صداقات كبيرة بترابلوس يعني بما معنى ما يعتلهم الموضوع هل قدب يعنينا بروح الموفد بالحقيقة بس يرجعين مروح اسليمان الفرنجية لاستكمال جولته مش هناك انتخابات بيقلوا هالحاكي ومن وقتها بلشت بلشت جولة المحادثات هايك المستجدة فإذا هاي خلفيتها خلفيتها هي الأوضاع الأمنية المستجدة بلبنان ككل مش خلفيتها انه نزجزج بفليم ولا فليتين لا أبدا بعدين ميشيل معوض بوترس حرب هو أشخاص من صلب 14 أدار يعني بحساب آخر مختلف تماما طب هن بيصلب 14 أدار بس علاقتهم بعد مقطوعة مع لا لا شو لا لا جايدي أنا منيحة عادي عدو عطول العلاء نزم تكون peace and love يعني لا منيحة حكي أوكي بس انه منيحة وعادية من بعيد لبعيد ما بتكون العلاقة منيحة يعني انت بتعرف التواصل مهم بين الأشخاص بين القيادات بين الزعماء بين المسؤولين طبعا تواصل اذا بدك بين الأحزاب كأحزاب قايم بكل لحظة يعني تون توني زهرة وبوترس حرب يوم أي يوم لا اذا مش كل يوم يعني بيحكوا بيطلعوا بينزلوا جماعتنا بنت ظهرت الزاوية هنو ميشيل معوض business as usual يعني بيهتموا بأمور منطقة مثل ما لازم يهتموا في بلدية هون في شغلي هون في قصة هون في روية هون هل ما بغ فيك انه اللي صار وعط قصة لقاء أرثودوكسي تارك نوع من البرودي الشخصية بس هذا الشي والعمل السياسي شيء آخر مختلف ما طولتها البرودي برأيك بس انتهت طورت بس انتهت يعني ترجع الحرارة إلى العلقاء طبعا بينك وبينش مش عم ترجع رجعت بس تعرف أوقات تبع الأمور بانتظار أمر ما فرصة لا لا هيك يعني ما فيك انه انتي صار لك مسلا ستة شهور ليسوا من الأسبوع مش حيك انتو شخص شو هتشيل تلفون تقول له كيفك يا بعض اشتقني لك إن شاء الله مني انه بي مناسبة تنتر ايه هيك مناسبة صغير يمكن بكرة بكرة يخطب اثنائتهم المجاوزين أو بكرة مدرشو عمد واحد منهم أولادهم ابنه بتقول له مبارك العميدة بس بدون نشيبه المرة بس هيك يعني طيب بالنسبة إلى العلاقة مع تيان المستقبل ايه ناس كريمة انترة بتقول هل أنت مرتاح بالعمق إلى تحالفك مع تيان المستقبل أليست طموحاتك مبتورة جراء هذا التحالف إلى متى ستظل راضيا بتصنيف نفسك مع 14 أذار ممثلة بفشل الرئيس سعد الحريري جواب بدون ما علق على كل تفصيل بالتوصيفات ايه طبعا اذا العلاقة بين القوات اللبنانية وطيان المستقبل ما زبطيت وعد فكر دوم وزال اول مدام انه في شيء بعض لبنان ممكن يزبط طيان المستقبل بالنسبة لنا بمسي القمة الاعتدال الاسلامي باللبنان وبالمنطقة اذا مع طيان المستقبل ما رح نقدم نتفهم مع مين بدنا نتفهم مع جبهة النصرة ما برح نتفهم مع حدا نقعد واحدنا هون بمشارة الاوسط يعني ما بتصور حدا بتصور هيك أو بيفترض هيك مع مين مع داعش يعني بنقعد مع مين برح نتفهم وبالتالي يعني هيدا ريهان ابعد بكتير من سياسي هيدا ريهان مصيري لازم نتفهم شو ما كان يكون الامر نحن وطيان المستقبل وهذا اللي عم نقبله وفي اي مبدأ وفي مبدأ يعني ثورة الارز وفي مبادئ ثورة الارز وفي مبدأ الشراك الحقيقية يلي التيار مستقبل ولا يوم من الايام قال لق عليها والعلاقة مع بقيس امي الجميل والكتائب مثل علاقة الزلم ومرتو يعني كل يوم هيدا صعب مية شريعة هلأ حسب هي زلمة يعني يعني كل يوم مية تبصير ومية شريعة وعلى شرجادة وعلى دم تفريش وعلى مدرشو بس بذات الوقت بذات الوقت تحياله في لا يفك علاقة على المستوى يعني ما جمعه الله لا يفضره إنسان والحية هيك طيب نائب ولي جملات هل عندكن ألأ من هذا التقارب الذي يبدو يعني بين النائب جملات والتيار الوطني أنا بتمنيله كل نجاح عندي ألأ صغير عنيب ولي جملات بس بتمنيله كل نجاح أبدا 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 لا جديا أبدا لا لأنه بعض عا بيقولوا إنه في سعي إلى إنه الزعيمين الأقويين في جبل لبنان يعني مشيل عون ولي جملات إنه عم بيجربوا إصلاح من قطع بيناتهم في سبيل إنه يضبطوا هذه الوحدة وحدة الجبل تنعكس علينا كلنا إجابة والسيسات الصغيرة تركها ما حدا بتعطل يعني ما عمنا أي مشكلة بس بس إذا إدروا تفهم والشغلية اللي بشك فيها كتير لأنه بعرف الشخصين وبعرف أطباعهم يعني بقى إذا صار بتنعكس كتير منيح على الجو العالم وأفضل لأننا كلنا سوا بعيدا عن سيسات الدايعة شو بدك بسيسات الدايعة يعني ما عندك أي حساسية تجاه اللي عم يحصل على الصعيب بالعكس بتمنيلهم كل توفي طيب بالنسبة للبطي هل صحيح أنه العلاقة تحسنت تطورت عما كانت عليه في البدء باستثناء البدء من هونيك ورائع صارت كتير مستقرة وبقول لك شغلة على الصعيد أقرب موقفين لبعضهم كانوا بكل مأساة أنون انتخاب يلي للأسف من وراء اللي صار باللجنة الرباعية يعني حرمونا نرجع جديد على اللجنة الرباعية عطول أقرب موقفين كانوا موقفنا موقف البترك الراعي أقرب موقفين وحتى البترك الراعي بكل مجلسه الخاصة مجلسه الخاصة يعني البترك ما بيعمل تصريح بهالخصوص وعم بيشهد الحق والحقيقة ويقول بالزبط شو اللي صار بقصة انه انتخاب انه هيدا اللي عمله القوات هو اللي كنا انتفقنا عليه ما بيشو كانوا لازم يروحوا ويتعلموا بالظهر المهم العلاقة معه مستقرة والعلاقة معه طب في كتير اسئلة بالنسبة اللي موقفكم من الرئيس نبيه بردي يعني البعض بيقولوا انه دايما بتحيدوا الرئيس نبيه بردي عن الصراع القائم مع حزب الله تحديدا بس الرئيس نبيه بردي مثل ما بيأكدوا يعني معظم اللي عم بيبعتوا انه ولا ماذا بيبدلكم هذه الايجابية باي ايجابية بالتالي انتوا دايما بتعطو بتحيدوا عن الصراعات بينما هو ما بيحيد حالو عن هذه الصراعات اللي بيأتين لك الاسئلة مش متابعين مظبوط وبدقة يعني بقدر ما منحيد وبيحيدنا منتبه مثلا انه الرئيس بردي يشكل وفد ويبعتوا عن كافة القيادات من الجملة افترض لا عندي انا بالوقت عندي ادار كلهم سوا بالوقت اللي كانوا فرقاء 14 ادار بيقمة اذا بدك خطاب السياسة تجاه حزب الله لا بلا على قدر يعني من جهة على قدر ما الرئيس بردي عم بيكون منيح مانا عم نكون نحة منيح معه بس في شغلة اهم من هاي كله سوا تبخيها الطايفة الشعية بلبنان بدكتتترك شي طاقة مفتوحة شو بتعمل انه بتترك طاقة مفتوحة وخصوصا وقت للطاقة هي عم بتقلك خي أنا أنا رغباني وهل قدر عملي بلوقت الحاضر بتسكرها انت لا هل عندوا هالضغبة حقيقة بقضاءتكم بتقلك شغلة استاذ وليد اول شي بدي اتمنى على كل المواطنين اللبنانيين وخصوصا الشيعة الاحرار يعني بعرف في كتير شيعة احرى ما يفكرون انه متوخزني بالتعبير انه منا عارفين شو فيه ومنا عارفين حقيقة الوضع لا عارفين شو هي حقيقة الوضع بس طبعا بدنا نضل في مكان ما عم نحكي مع حدا الشيعي من جهة اخرى هل حدا الشيعي عم نحكي معه هو عم بيسهل مجال الحكي معه ما مجي نحن نسكر البيب بييدنا مع علمي مثلا انا اكتر واحد صرحت انه اذا صار انتخابات نحن نتمنى عرئيس مجلس انتخابات يعني من بعد انتخابات النيابية هاي دي وقت كمفترض تصير بحزيران انه من بعد انتخابات النيابية نتمنى عرئيس مجلس مثل رئيس بري بس اذا بغير سياسته اذا ضل على سياسته في ذات لا ما رح ننتخبه وانا بدي حد قدنا من القنوات المفتوحة بس كموقف سياسي عم ناخد موقف سياسي اللي لازم ناخده انتلاقا من الموقف السياسي اللي عم بياخده الرئيس بري انا اقصى تمنياتي انه بيوم اللي يمشوف رئيس بري مثلا ب14 أدار هو عم بيقول صاد وسطي انه منه بتمنى لا 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 هلا الرئيس بري يتمني يكون وسطي بس هلا ما بيقدر يكون وسطي انتلاقا من يعني وضع وضع الوضع على الأرض هلا متطر يكون مطرح مطرح ما عم بيكون طيب عم بدي اسألك عن السفيل الأمريكي الجديد هل في علاقة خاصة مع السفيل الأمريكي الجديد ديفيد هل خاصة كيف يعني سعبت بعرفه من من أيام من 93 94 كان من قبل مرتفع الاعتقال مثل ما رينا عند الزمين نجمل بمجلة المسيرة طبعا لأنه وقتك رسالة بوقتها أنا وصلت له رسالة شو وصلت له قبل بيوم من الاعتقال وقت صرت أكيد بقى طلب تشوفه مرأ علي وقتك كان راين كروكر كان هو السفير كان هو مساعد له مرأ تروا القصة هاك 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 قال لي ما نحنا ما فينا دخل بالعملية القضائية كعملية قضائية أنا ما بني تدخل بالعملية قضائية أنا هاي مرتاح علي عندي هم واحد بس الهم هو ضمان إذا حياتك أنه يقتلوني بالحبس أو على الطريق أو شي مطرح بالكذا قال لي هاي بشوف شو بدي أعمل فيها طبعا تاني يوم أنا رحت على الحبس هم ما بعرف وين راح ذكر رؤية الجيش إميلا حود وقالوله أنه العملية القضائية ما أنا علاقة فيها بس نعتبر نحن هالشخص هلأ بتحت مسؤوليتكم أنتم يعني حمايته أمنه بمسؤوليتكم يحوال بين إذنكم بوزارة الدفاع عرفت أنه هاي كريسية توصل طب تنختم هالم ملف كمان زياد أسعد بيقول متى ستعود 14 أذار إلى مكانها الطبيعي يعني حيث الثورة والشهداء فأنتم شرزمتم كل شيء جميل وكل أمل بالحضية وبناء الدولة مخطئ يا صديقي يعني التنظير بالشيء هين جدا بس مواكبة الحركة العملية أصعب بكتير 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 بدي ذكر بشغلي هون بدي هايك أخذ مثل صغير لأنه في البعض بعدون إذا بدك بهيك اليوم التاريخي يلي هو يوم كتير حلو يوم 14 أدار سنة 2005 قد ما يكون يوم حلو بالتاريخ التاريخ ما بيوقف عنده بينقل ع يوم ثاني يوم ثلاث يوم رابع مبارح وقت صارت الثورة المصرية إذا فينا نقول مضادة بثلاثين حزيران ومارو وبواحد واثنين بثلاثة تموز شفناها كلنا سوا كل منظر كل منظر عن ذات بيصبح الخيلة يعني ما بعرف إذا من هين من الناس بالقاهرة بالإسكندرية ومكان إذا بتتذكر من بع منها بشي شهرين رجعوا رجعوا الأخوين المصليين بدون يظاهروا آموا كمان جماعة حركة التمرد وغيره جربوا يرجعوا يعيدوا يعيدوا يوم 30 حزيران ودعيوا لمظاهرات بسحة التحرير وبالاتحادية طلعت قزمة حد هديك بالرغم من كل الجهد اللي حطوها لبل وقتها اضطر السيسي يطلع ويدعي كمان وبالرغم من دعوة السيسي مع أنه هلأ الفريق السيسي يعتبر بطل قومي بمصر وكل الدعوات اللي صارت طلع يوم قزم حد يوم 30 حزيران ما في يوم بيجي مثله وما نجرب نقرد يوم بيوم تاني الأحداث بنت ساعتها وكل ساعة ملايكتها معها هلأ ملايكتها الساعة بس اللي عم بيترحوا أنه شو خطتكم يعني كتير كم من ناس أنه شو خطتكم كفريق سياسي لإنقاذ البلد هل هناك مخرج للمأزق الحالي هل يكفي الصمود لأنه نظريتكم صمود هل يكفي الصمود لعدم انهيار لبنان لا خطتنا هلأ كتير واضحة هلأ هلأ بالدرجة الأولى حكومة وشفت قداش ضغطين كل قوى 14 عظيم بالتجاه الحكومة ما حدا ينتظر مننا نعمل ثورة لتشكيل الحكومة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مكلف لازم هن يشكلون والتاني خطوة فورا انتخابات جدية لرئاسة الجمهورية بيجينا من وراها رئيس جدي هالخطوطين وبالأخص انتخاب رئيس جدي للجمهورية كفيلين انه يضعوا لبنان على السك الصحيح وهل تتوقع تشكيل حكومة بالقضيب العاجل يعني بتصور على ضوء كل ما يجري بتصور تتصور ام عندك معطيات عندي بعض المعطيات مانا كافية من المية مية بالمية بس بتصور هلأ اللهم بتأمل اذا تشكيت هايك حكومة يعني ما يكون مجرد بس تنقل ان تشكيت حكومة لا تكون مدروسة مزبوطة يكون عنده حصوص اقصى بالنجاح مش انه هيك توعد يعني برأيك في حكومة قبل رئيسة الجمهورية او رح نصل الى رئيسة جمهورية مع هذه الحكومة المستقلة تصريف الاعمال حتى هي ما بتقبل لا 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 قبل رئيسة الجمهورية اكيد في حكومة طه بعد عندنا قضية البلوكية البحرية عندنا كمان قضية الوضع الامني وعندنا الوضع السوري ومستقبل المسيحيين وانما بعض فاصل اعلاني اخي حكيم بموضوع البلوكية البحرية الناس ضاعت يعني رئيسنا بيهبري بيقول انه لازم تنحل قضية البلوكية العشرة فرد مرة يعني على صعيد التلزيم وعلى صعيد المواضيع كلها المطروحة بينما بعض الوزراء منه وزي جبران بس يعني بيقول لا خلينا نعالج اربعة خمسة وهو ديك نتركهم للاجهال المقبلة يمكن بعدين انه في الشركات يمكن بعدين في شركة انتاج لبنانية حتى على الصعيد برأيك هالجدال هيدا لشو هل لعدم الوصول الى اي امر عملي او تنفيذ عملي على هالصعيد خليني بلش بالمبدأ وبرجع بلقل شوية على التفاصيل السرعة مش السرعة خليني أقول هاكي خليني أقول النهم يلي تحشين فيه بعض الفرقاء بالوقت الحاضر على موضوع الغاز مصير جدا للرعيبة يعني غاز صار له قداش هلأ بأرض لبنان صار له اربع اربع مليارات اربع مليارات تقريبا ونص سنة اربع مليارات خمسين مليون سنة يعني ما بتصور راح يروح اذا بأربعة تجميع تلزم هلأ ولا قبلين خلييني أعطي ملاحظة سريعة على هذا الصعيد صراحة صراحة ما في تلزيم عملته هالحكومة ما في مناقصة عملتها هالحكومة بدي أذكر بس انه بباخرة باخرة الباخرة التركية ما هيك باجتماع واحد نزل 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 المناقصة اربعين مليون دولار وبالتالي موضوع بدقة موضوع الغاز وبأهميته لأنه مش كل يوم نحنا بلبنان راح يصحلنا سروة مثل هالسروة أنا شخصية ما بحطة بين ايداني اللي هلأ بتعاطوا بالموضوع وهالحكومة تحديدا هاي ملاحظة بالمبدأ على كل حال على كل حال هايك تسرعون وسرعتون وبعطتهم بها الشغلة هي بحط زيتها مصيرة للرايب هلأ بوصل مش خمس بلوكين عم بيطرح وزير الطاعة بلوكين والرئيس بري بده بده العشر بلوكين كل الاراء التقنية اللي أنا شخصيا سمعت فيها وقريت الله وكذا بتقول لازم بلش ببلوك أو بلوكين لاش لازم يتبلش ببلوك أو بلوكين لأنه بعد لبنان مش عارف أنت إذا بكتلزم البير هلأ على أساس تقدير بدك تلزمه يعني بأسعار مش كتير عالية ما حدا بيلتزم شي بالمجهور ما حدا بيتصيّد سمك بالبحر ما حدا بيشتري سمك بالبحر ومظبوط تثبط عليها مشان هيك من مصلحة لبناني يلزم لبل بلوك واحد واحد الحاضر لأنه يمكن يكون عم يلزمه على الرخيص وبأسوأ الحالية تفترض لزم بلوك وما طلع فيه أكتر شوي من المقدرة بصير يلزم لبلوكات الأخرى بأسعار مرتفعة وبالتالي تصور كيف سيكون لدينا فرق بالتلزيمات وكيف سيكون فيه خسارة على الربنان إذا جينا لزمنا الكل مع بعض بالوقت الخاضر هلأ أهم من هوا كلهم سوا بدي أقول لك شغلة وأنا شبه أكيد منها حد قصة الغاز وتلزيم الغاز في البعض في البعض من ورها العملية هاي دي في البعض من ورها العملية شو بدون يعملوا بدون يربطوا نزاع ونزاع مسلح مع إسرائيل شو يعني يعني في واحد من البلوكات تنفطرد واحد من البلوكات هيدا اللي علاق خلاف رئيسي نحن وإسرائيل بالوقت الحاضر إذا أنت بدك تروح هلأ عتلا تلزيم كل البلوكات تنفطرد بدك تفتع المشكلة أنت وإسرائيل مش بدك تفتع بده يصير مشكلة أنت وإسرائيل بدوسي اشتباك على الموضوع إذا صار مشكلة في البعض ما بيعيشوا إلا على الاشتباكات وعلى المشكل بتأسف إلا كايك بس أنا حتى أشعار آخر هيا نظريتي بالموضوع وبالتالي يعني شو برأيك أنه حزب الله وراء هذا الأمر يعني إذا بدنا نفهمه في البعض عم بيبحثوا عن مزارع شبعة جديدة بالبحر بالبحر صفي عنا مزارع شبعة بالبر ومزارع شبعة بالبحر كأنه البعض بدوا يضل فيه نزاعات المعاينة نحن وإسرائيل غير النزاع الكبير النزاع الكبير متفين عليه هذا بإطار آخر هذا الحكومة اللبنانية مع جميع الدول العربية بتشوف شو بها تعمل فيه بس حد هايدي بدوا يضل فيه أسباب لوجوده يعني أسباب موجبة لوجوده مثل ما هنه موجودين بس هذا يعني أنه تأتي الوطن الحر صار عم بغدة خارج السرب سرب حزب الله وسرب تماني أدع أول شغلة يجب أن يعملها وزير الطاقة والحكومة اللبنانية فيه محكمة دولية للتحكيم بالخلافات البحرية هايدي موقعة بهامبورغ بإلمانيا أول شغلة يجب أن يعملها قبل ما رأيك دين هلأ بدون يلزموا هون وهون وهون يرفعوا هالقضية لمحكمة لمحكمة التحكيم الدولية وطبعا متما بيجي اليوم نحنا دولي ما نقبر من مصر بس صار في خلاف على أوتال واحد بشرم الشايخ أوتال ما هيك بيطابة هونيكي شو عملت مصر راح لجأت للتحكيم الدولي بالأضايا البحرية فيه محكمة دولية خاصة بالتحكيم البحري هي بيهامبورغ موجودة محكمة دولية وهيدي فيهنا نتقدم دعوة عليها فيهنا نتقدم بدعوة لألة بدون ما نكون معترفين بالطرف الآخر وبغض النظر عن طرف الآخر والأحسن من هيك اللي عرفته من قبل التشاور مع بعض الأصدقاء والخبراء بها المجال هو أنه مقييس هالمحكمة بالتحديد البحري تتطابق تماما مع المقييس اللي اعتمدت للحكومة اللبنانية وبالتالي أغلب أغلب الظن راح نربح الدعوة تبعنا تب لاش البعض عم بيصروا على أنه يروحوا على مشكلة أبماً لإلى حل وحل دولة يعني برأيك هون عم بيصحوا إلى رابط نزاع مع إسرائيل رابط نزاع جديد تيبرر وجوده بس هذا بنحق أنه الطيال الوطني هون منه في هذا الاتجاه هلا الطيال الوطني هون فإذا أول شي تخلص هالشي وبالتالي ما لازم ينضرب ضربة هلا أبما روح على المحكمة الدولية بيهامبورغ بنياخد تحكيم دولي بياخد شهر 2-3 اللي هو وخلص من هونيك وريح إذا البلوك رقم 8 طلع لقلنا ما عد بقعد حدا في إلنا شي عنه وإذا ما طلع لقلنا نحن ما لازم نظلم متماسكين فيه انطلاقة من التحكيم الدولي مش انطلاقة من رغبة أو عدم رغبة أسر موقف تايا موقف موقف بالحقيقة جبران بسيل هو أنه من الناحية التقنية عم بيصرف تقنية مثل ما لازم بس إذا بتشوف بصلا البلوك أو البلوكين اللي منقيا هون تبلش فيهون أي هون هني يلمقبي البترون هاي كبيدية الشغلة التانية متما عم بقلك أنا بكل موضوعية بكل موضوعية مش لأنه هلأ بالبرنامج الباس كل المناقصات والتلزيمات اللي صارت بالحكومة الحالية بحط علامة استفهم عليها وبالتالي بفضل يضل هالموضوع كله للحكومة القادمة بركي الله بيبعث لنا وزراء أفضل من وزراء الحالية طيح رح نفتح ملف الأمن سريعا يلا داعة شرب بتسألك وين أصبح التحقيق بمحاولة اغتيالك بدي إلا للمدام أو للآن سي داعة شرب الميالي ما في عملية صارت على جماعة من أقدار بلبنان إلا من كشفت والأجهزة الأمنية اللبنانية هن اللي كشفوها بيعطيك مثل مؤخرا مؤخرا وكتير معبرة لك شو صار نضرب صوريخ عالضاحية جنوبية من بلونة ونضرب صوريخ عالضاحية جنوبية من عيتات من تحت عيتات وبوقت من الوقت نضرب صوريخ على الأسر الجمهوري يلي نضربوا عالضاحية من تحت عيتات أو مبلونة اكتشف مين عملينهم أما اللي نضربوا على أسر الجمهوري ما اكتشف مين عملهم رجع يا سيدنا ملا أنت نحط عبو صغيري يعني بتطلع يمكن قد 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 مجمع المربع على طريق الهرمين اكتشف مين عملها ونحط حقيبة تانية أو عبو متفجرة على طريق المصنع مفجرت بالسيارة لحزب الله نعرف كمان مين عملها بس عملية محاولات اغتيالة أو كل محاولات اغتيالة اللي طالت جماعة 14 أدار ما حدا عارف شي من شي إلا يلي توصل شعبة المعلومات أنها تعرفهم وتقول لك شالق أستاذ وليل وتقول للمدام شاربل أنه شعبة المعلومات هي أجدى جهاز أمنة حديث حديث جدا يعني مقارنة بالأجهزة الأخرى الأمنية يعني ما بتتوقع أجهزة بي على الصاعد وبالتالي اللي بدي أصلوا للإستنتاج أن الأجهزة الأمنية التعليدية باللبنان والقديمة فاتحة عين ومسكرة عين أي شي يقلوا علاقة بيأمن جماعة سوريا وحزب الله باللبنان فاتحين عينهم علىها أي شي يقلوا علاقة بيأمن كل الآخرين مسكين عينهم علىها أنت لأمن هون هل تتوقع عودة الاغتيالات على الصعيد الأمن تعقيد الوضع الحكومي بكع استحياء رئاسة الجمهورية كل هالاستحياءات المصرية بالنسبة إلى الوقع اللبناني صراحة ما في أقدير هاي بكل صراحة هل بيأتعلق فيه شخصيات أنا عطول عم بتصرف وكأنه عمارية الاغتيال وراء الباب انت لق يعني من كل التجارب السابعة بس بكل صراحة ما بعرف ما في أقدير لأنه اللعبة صارت كتير كبيرة يعني لكن اللعبة يعني عن مستوى منطقة كلها سوا وبالتالي شو الأولويات هلأ عم ينفذوا الاغتيالات ما بعرف ما في نقل مدين فتحت الوقع الإقليمي ووقع المنطقة كله سوا هل عندك خيبة أمل مما حصل ويحصل في سوريا بعض بيقولوا أنه كنتم مراهنين على تغيير سريع لنظام الحكم نظام حكم الرئيس بشار الأسد بينما بالفترة الأخيرة أعاد تثبيت نفسه وأعاد الاعتراف فيه أنا مني أبدا مع هالتحليل مش كنا مراهنين كنا متمنيين وبعدنا لأنه هالنظام ما لازم يضل بسوريا لكل الأسباب المعروفة بس اللي عم بيقولوا على أنه هالنظام رجع سبت حاله مخطئين جدا النظام يلي بيحتاج بضعة ألاف من مقاتلي حزب الله تيروح من لبنان يساعدوه ومرحوا مقاتلي حزب الله على سوريا تيتسلو انتبه هاي خطوة كبيرة أستاذ وليد كلفت كتير كتير حزب الله ما عمله ببلاش لأنه النظام بقاؤه كان متوقف على هالك كم ألف بمعركة بتشمل من هون مية مئة وخمسين ألف من هون مئة وخمسين ألف النظام يلي وقت المراقبين الكيميائيين كانوا عنده بالشام بيضطر يضرب أناب الكيميائية معناته انوضعوا على هالأد بعد وقف أنا بخلاف كل التوقعات هالنظام ما بقى له أي أمل بالبقاء هلا أكيد بالمقابل جيتنا جبهة النصر وهو دي خربة قصة المعارضة وكمان المعارضة ما فيها تقرب يمكن عسكريا كتير بس ما بيمنع النظام على الأكيد ما بي عنده أي أمل بالبقاء طيب بديم حكيت عن جبهة النصر كتير بيسألوا انو شو هالغرام هايك البعض سي بين دكتور ساميز جعجع وجبهة النصر أي غرام ولماذا يبرر ما تفعله جبهة النصر في لبنان أي أمتى بررت أي أمتى أي أمتى هاو دي كلهم مضللين وهو دي كلهم عم بيحبروا الوقايع وتأسف ما بدي أقول كلمة كبيرة قدام المواطنين أي أمتى أنا بررت لاش وقت لكننا وبعدنا وراح نضل ضد جبهة النصر وضد كل التكفريين والأصليين وين كانوا كلهم سوال عم بيحكوا نحنا مع الثورة السورية الفعلية نحنا مع منطق الثورة السورية يلي هو بيجي بأدبيات المجلس الوطني السوري بالبداية والاقتلاف الوطني السوري بدي أقول لكل هاو أنه هلأ كثير من المعارك اللي عم يدور بسوريا بين الجيش السوري الحر وبين المجموعات المتطرفة وبالتالي ما حدا يحط لنا بيتمنا الشغل اللي احنا ما عم نقول يكا عم يتحوى انطلاق من أنه ما شاركتوا بإداس معلولة باللبنان ما سهمتوا بهذا الأمر إداس معلولة يعني إداس السفير السوري باللبنان طبعا ما رح نشارك فيه مين إلا 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 استاذ وليد مين كان يمشارك بإداس معلولة خلي إليك شغل تاني على إداس معلولة السفير السوري كان يمشارك فيه كل جماعة ثماني أدار بلبنان وكانوا سميينه إداس معلولة لاش مين كان فيه من أهل معلولة الشغلة التاني بتذكر وقت لطلع وافض تسمى حاله وافض معلولة عند الجنرال العون تتشوف ملة التمثليات عم بيعملوها عامتك كل هالمسرحيات عاملوها وقت اللي أوباما أخذ قراره بضربة عسكرية لسوريا ومشيت معه فرنسا وعم بيحضروا حالهم تجرب النظام يأثر على الرأي العون المسيحي عملوا كل هالمسرحيين للأسف للأسف مين ميشي معهم ميشي معهم طيار الوطني الحر وجماعة سورية في لبنان طلع وافض تسموه وافض معلولة طلع واحد شخص العالمين بيعرفه اسمه سهال السعادة بتصور سهال السعادة سهال السعادة إيه سهال السعادة إري إري بإسم أهالي معلولة إري بيان لك عامل سهال السعادة هذا كان مع حبايا أصال له بالقليل عن اللي بعرفه أنا 35 سنة في لبنان هون يعني لبنان إعدان بحي السريان لقاله علي أب معلولة إلا إذا جد جده يعني من معلولة صار بحث آخر بالوقت يلي سكين معلولة الحقيقيين مثلا الأخت بلاجة سييف أخت بلاجة سييف عاش فيه مرة عملوا معا مقابلت من هوني قالت شو عم بصير بمعلولة تعرف شو عمل النزام بعملها تهمه أبشع أبشع الاتهيمات إنه هي عميلة إنه هي من القوات قال لي أنه صرحت هاي وصرحت هاللي شفته بالزب عاد إجا طبعا بترك اليازجي حسم كل هالأمر وصرح ياللي صرحها المعلولة أنا بتأسف حتى موضعها لقد مؤدسة يتم الاتجار فيها لمسحة النظام بسوريا رئيس حزب القوات لبناني الدكتور سمي جعجع بدأت شكرك على هذا اللقاء أيضا بدأت شكل أصدقاء المشاهدين على متابعتهم على الحلقة بموضوعي طبعا اللقاء يتجدل اثنين مقبل تصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة شكرا